اشتركوا في القناة الانتخابات بدأت سيركل مزايدات والمهاترات وسيركل استعراضات هذه القوة السياسية اللي بالعملية السياسية الحاكمة للعراق تبدأ باستعراض يعني باستعراض غريب عجيب هذا السيركل الذي يعني لا أعرف هم يعتقدون أنه يعني يلبي طموحاتهم لا أعرف ماذا يقربهم من الناس لكنه فعلا يعني مثل السيرك الذي يعرض كثير من الألعاب وكثير من الأشكال الغريبة العجيبة التي تعرفونها البعض منها مضحك للناس والبعض الآخر مبكي هذا السيرك لا ينتهي في العراق منذ عام 2005 من الأولى الانتخابات إلى هذه الآن مع اقتراب ما يسمونه بالانتخابات المبكرة في الشهر العاشر ونحن الآن في نهاية الشهر الخامس يعني تفصلنا عنهم حوالي ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عن الانتخابات ثلاثة أشهر وأربعة بدأ السيرك بدأت هذه القوى تستعرض نفسها يعني من الطبيعي أن نرى مثل ما كنا نرى من يوزع البطانيات من يوزع المدافع من يوزع مراوح من يوزع يعني علبة السمن من يوزع معرف كيس من التمل القضايا من يوزع مبالغ نقدية على الناس من يتباكى على الناس يتباكى على النازحين يتباكى على الفقراء على المرضى من يزور المستشفيات من يدعي إخلاصة للناس هذا الجزء من السيرك الذي تحدث عنه في هذه الأيام شهدنا مشاهد مشاهد من هذا السيرك البعض يعني شهدنا يجز في المقاهي ويلعب الدومنا مع الناس وكأنه شخص بسيط ومقرب من الناس ومحبب من الناس وريد أن يقرب الصورة للناس أنه أنا ابن هذا الشعب وبن هذه الناس وبن هذه الطبقات الفقيرة الناس اللي تقعدوا المقاهي وتلعب الدومنا وأنا يعني معني بهمومهم وآلامهم وأنا من أفكارهم يعني مشروعي هذا اللي يقدمه البعض يلبس ملابسهم شاهدنا من يلبس السدار القديمة شاهدنا من يلبس الدجداشة من يلبس غير شكي العقال الكوفية هكذا يريدون أن يوحوا حتى شكل الغطرة التي يلبسونها شكل اليشماغ الذي يلبسونه هو أسود وأبيض أو أحمر أو أبيض ناصر هذه كلها محسوبة يريدون أن يخدعوا الناس بأنهم الأقرب إليهم بأنهم يهتمون لمصائبهم وليهمومهم وليآلامهم ويتحدثون عن مشاريع سيقدمون وسوفه 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 وهذه السوفة أكلت أعمار العراقيين 18 سنة تأكل من أعمار العراقيين والعراق من سيء إلى سيء في ظل هذه السوفة التي يتحدثون عنها سوف نفعل سوف ننجز سوف نتقدم وإذا بهذه السوفة تزيد العراق والعراقين سوءا وأذن مقابرهم تكبر خرابهم يزداد عمق المأساة والكالثة يزداد ويزداد وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ أولاد يخسرهم في كل يوم قتلا تنكيلا اعتقالا اغتيالا هجرة كثير من العراقيين والشباب الحلوين أكثر من عشر ملايين عراقي خارج العراق وكثير من هذه الشباب الحلوة يرمي نفسها بمراكب مطاطية بالبحار وتأكل أعمارهم أمواج البحار ويذهبون غرقة لوصول إلى أي مكان أي جزيرة كانت يفضلونها على العراق مع الأسف الشديد من أوصل العراق إلى هذا المستوى غير هذه القوى التي تدعي أنها مخلصة العراق وقد نهبت العراق ورهنت إرادته وسيادته واستقلاله وأمواله ونكلت بأهله وشعة الطائفية وشعة الخراب والدمار والفرقة بين أهله هذه الكارثة الكبيرة عمار الحكيم قبل أسبوع ربما تحدثنا عنه واليوم أيضا نتحدث عنه أيضا يدعو لا سبيل للتغيير إلا بصناديق الاختراع صناديق الاختراع المملوك الميليشيات الميليشيات التي تحكم الشارع يعتقل واحد ميليشياوي تقوم الدنيا ولا تقعد إلى أن يخرجوه لا حكوم ولا قوات ولا شرطة ولا أمن ودولة لا دولة وأنتم تتحدثون عن الانتخابات كيف يمكن تلبية شروط الانتخابات كيف يمكن تأمين مناخ وأرضية وجو مناسب لإجراء الانتخابات لكي يذهب الشعب وهم واستقر ويغير وماذا يغير إذا كانت القوى وأنت واحد من تشاركون بهذه الانتخابات وتدفعون بها وأنتم أدوات الخراب والدمار الذي حل بالعراق فكيف يمكن التغيير هذه الكذبة البعض يدعي أنه جاء للإصلاح والبعض يقول أنه إحنا الذين سنحكم العراق هذا السرق مستمر وأهل العراق من يدفعون الثمن وأهل العراق بوعيهم يقول يعني عمار الحكيم الوعي هذا الوعي العراقيين هو الذي سيدفعهم إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وهذا طبعا الكلام لا يقتصر على عمار الحكيم الكل يتحدثون به والكل يشددون عليه والكل يحاولون أن يناوروا به هذا السرق مفتوح والكل يحاول أن يلعب على المواطن والمواطن يفهم بوعيه ويعرف جيدا أن الكارثة في هذه العملية السياسية وفي هذه الانتخابات وفي هذا الدستور وفي هذا النظام السياسي الذي جاء للعراق منذ عام 2003 لحد الآن هذا ليس له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق هذا لعلاقة بعراقية العراقيين بإخلاصهم لوطنهم بنزاهتهم بعدم فسادهم بصدقهم بتفاعلهم بدينهم بمرؤتهم بنخوتهم هذه الغير موجودة بهذه القرام على الأسف الشديد الحاكم للعراق اللي يقتلون شبابه ويظاهرون على شباب فلسطين يسحلون شبابه ويقمعوهم والكواتم تعمل عليهم ويدعون أنهم يعني يريدون تحرير القدس أي قدسين وأي فلسطين وأي فلسطين وأي فلسطين وأنتم يعني أنكرتم حتى عروبة العراق وبالتالي تحدثون بهذه الطريقة والآن الانتخابات انتخابات أي انتخابات الشعب سيقاطحها وأكيد سيقاطحها لا تتفاجعوا العراق شعب العراق ذاهب إلى مقاطعات هذه الانتخابات بشكل مطلق لن تنجحوا فيها هذه الأبواق التي تقول لكم أن الانتخابات هذه فرصة والعالم متفاعلة كذبة كبيرة والله صدقوا كذبة كبيرة أصحوا من نومكم الشعب سيقاطحها مقاطعة كبيرة إذا كان في عام 2018 قاطعها 82% سيقاطح هذه الانتخابات 92% 100% سيقاطعون هذه الانتخابات ولن يذهب إلى الانتخابات إلا من هم من من نماذجكم ومن أحزاكم ومن قواكم المنتفعة والتي تمصدم العراقين ليس أكثر الكل لن تذهب إلى الانتخابات وتسقط هذه الانتخابات وعلى الأمم المتحدة والرأي العام العالمي والإقليمي أن يعي هذه الحقيقة ويعو أنهم أدات من أدوات تدمير العراق وأن عليهم أن يعترفوا بأنهم ساهموا في تدمير العراق ويساهموا في تدمير العراق هذا واقع الحال الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم